بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الله يسعد مساكم جميعا الأخوة الفضلة متواجدين وضيوفنا الأكارم اللي جوانا من الخطوة الجميلة الغالية علينا قل حياكم الله جميعا السادة المشاهدين خلف الشاشات الله يسعد مساكم بكل خير ويسر ومحبة بداية نحي بضيوفنا نحي بالجميع اليوم يوم مبروك ويوم عظيم جدا يوم عيدة المسلمين وجسمع فيه بعد شوفت الطيبين الموجودين شروع الطيبين الموجودين معنا يؤنسون الإنسان ويعطونه بهجة وسرور في المجلس مجالسة الناس الأفاضل تعطي الإنسان حياه ووديه وحبه ويحس انتماء لهذا الوطن هذا من الشمال وهذا من الجنوب وهذا من الشرقية وهذا من الغربية لما جمعنا مجلس واحد تحت مضلة قيادة رشيدة أسأل الله أن يحفظ بلاده وبلاد المسلمين فالإنسان هنا يسعد بالمناسبة لعلي بس نحن نتعود أن نعطي قصة ملهمة أعطي قصة بسيطة صغيرة جدا لعليها تصير ملهمة لنا دائما يقلنا قصة ملهمة يعني يا صحابي يا من السلف الصالح نتكلم عن مصعب بن عمير في أقل من دقيقتين مصعب بن عمير جمعتها الخير كان أنعم أهل مكة ولد نعمها يعني أعتبر كانت أمه مدلعته أمه ثرية كانت تخاف عليه وتعطيه كل شيء حتى قالوا إذا مر مصعب من الشارع شموا ريحة عطره من كثر ما هو ثري وكانت أمه ما تتركه لا يجوع ولا يضم ولا يتعب كل شيء من الباله فلما سمع بالإسلام مصعب انشرح صدره لدين الله وهذه الفطرة الموجودة فيه فطرة السليمة تحركت فأسلم مصعب فلما علمت أمه بإسلامه زعلت أمه ماذا به يسلم فزعلت عليه زعل شديد فهاجر إلى المدينة وقفت أمه في الشمس برها تطلع من الصباح تقف الشمس تقول ما أرجع البيت لين يجي مصعب فلما جاء الخبر المصعب قال يا أمه وقفين ولا ما توقفين لن أرجع عن دين الله فاجرس لين يجي الظهر حتى يغمع عليها وشيرونها دخلونها بيتها تبه يرجع عن دينه ورافض أنه يرجع لأنه انشرح صدره دين الإسلام ولكنه ما عقب أمه ولا تقول لهما أفن ولا تنهرهما وصاحبه في الدنيا معروفة إذا دعوك إلى شيء إلى شرك فمصعب رضي الله عنه ورضاه أصر على إسلامه لأنه انشرح صدره بهذا الإسلام ويريد أن يعطي عطاء للنبي صلى الله عليه وسلم ويريد أن يعطي عطاء لهذا الدين العظيم فقصة مصعب لما مات مصعب ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكفنه ما وجعده عليه إلا برده يعني يقماش انغطوا راسه طلعت الجلينة انغطوا الجلينة طلع راسه كامل الغناء ثم انقلب إلى الفقر لكن في سبيل من؟ في سبيل حب الدين في سبيل التضحية من أجل النبي صلى الله عليه وسلم فارتفع قدر مصعب بن عمير عند النبي صلى الله عليه وسلم فأصبح من الشهداء ثم جلس النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة قال والله إن مصعبا لكان من أنعم أهل المدين أهل مكة وكان من ألطفهم وكان وكان يقول الثرى لعنده ثم مات مصعب ما وجدنا كيف نكفره فأنزل الصحابة رؤوسهم دنقوا وخذوا يبكون استشعارا من هذا العطاء العظيم المصعب إلى هذا الدين فالقصة الملهمة باختصار لابد أن تعطي لهذا الدين تريد شيء لهذا الدين لابد أن تعطي وطنك تريد شيء لابد أن تعطي لوطنك لابد أن تعطي لأهلك لابد أن تعطي الوالدينك لابد أن يكون لك عطاء حولك لكن يكون عطاء وفق الشريعة الإسلامية وفق أسلوم والعادات التي تربينا عليها عطاء يكون منك نفع يكون لك بصمة في هذه الحياة كما جعل مصعب بن عمير بصمة الله يسعدكم يرضى عليكم مقدمة بسيطة الله يسعدكم جميعا